السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج مشكلات الكتاب المقدس على قناة البينة على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله نقدم برنامج جديد اسمه مشكلات الكتاب المقدس مشكلات الكتاب المقدس واضح من اسم البرنامج نحن نتكلم في بعض الأمور الصعبة التي في رأي العلماء المتخصصين وعند البحث والدراسة يثبت أنها ليس لأحل في الكتاب المقدس وهذه الأمور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب الذي بين أيدينا وبين أيدي النصارى اليوم ليس مقدسا ولم يعد مقدسا كما كان من قبل هو مقدس عند أهله لكن هو في الحقيقة مليء بالأخطاء التي تنفي نسبته لله عز وجل هذه الحلقات ستتراوح مدتها مش هتكون مدة سابتة يعني بعض الحلقات هتكون 3-4 دقيقة بعض الحلقات هتكون أكثر من كده حسب الحاجة إلى الموضوع والطالب العلم يحتاج أن هو يشوف الحلقات حتى لو الحلقة طويلة هيضغط على نفسه شوية ويشوف الحلقة اللي عايز يستفيد ممكن نشوف الحلقة حتى لو مدتها طويلة شوية النهاردة هنبدأ إن شاء الله في موضوع مهم للغاية أنا آثرت أن يكون هو البداية في البرنامج لأنه هو أساس كل شيء في الكتاب المقدس المخطوطات أو أصول الكتاب المقدس هل ضاعت هذه الأصول؟ أصول الكتاب المقدس هل ضاعت أم هي موجودة؟ إذا كانت ضاعت فهل هذا يترتب عليه أي شيء؟ هو ده موضوعنا النهاردة ومعانا عشرات الاقتباسات من كلام علماء المسيحيين المتخصصين من مختلف الطوائف المسيحية المعتمدة اليوم السؤال اللي احنا بنسأله هل الأصل موجود؟ هل أصل الكتاب المقدس موجود؟ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد؟ هل أصله موجود؟ الأصل اللي كتبه كاتب الوحي بيده؟ أو كتبه الشخص الذي أملاه كاتب الوحي؟ يعني كاتب الوحي ممكن يكتب بإيده النبي ممكن يكتب بيده النبي ممكن يكتب الكلام المقدس بيده ممكن يملي شخص آخر والشخص يكتب فهل النص ده مكتوب؟ النص اللي كتبه موسى هل هو موجود بين أيدينا حاليا؟ النص اللي كتبوا يشوع أو كتبوا من أملى عليهم يشوع هل هو موجود هو ده موضوع الحلقة وموضوع الحلقة إذا كان موجود كويس إذا لم يكن موجود فما دلالة هذا الأمر وما مدى تأثيره على النص الحالي للكتابة المقدس هنجاوب على السؤال هنقرأ اقتباس من قموس الكتابة المقدس صفحة 844 صفحة 844 والمراجعة دي كلها إن شاء الله حتلاوها في رابط تحت الفيديو إن شاء الله 844 في قموس الكتابة المقدس يقول وقد كتبت المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو باللغة الآرامية وكتبت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية ولكن المخطوطات الأصلية ولكن لا توجد لدينا هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبت الأصفار المقدسة لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبت الأصفار المقدسة يعني إيه الكلام ده يعني الأصول راحت اللي كتبه موسى مش موجود اللي كتبه واشوع مش موجود اللي كتبوا يوحنى مش موجود اللي كتبوا موروس مش موجود اللي كتبوا بولوس مش موجود كل الكتابات الأصلية فقدت فقدت تماما ده كلام قموس الكتاب المقدس زي ما قولنا دلوقتي هنقرأ اقتباس تاني مهم جدا من كتاب وحي الكتاب المقدس ليوسف رياض يقول في صفحة 12 تحت عنوان او سؤال بخط عريض هل فقدت كلمات الوحي ام حفظها الله من الضياع مع ان النسخ الاصلي المكتوبة بخط كتبة الوحي او من امليت عليهم منهم قد فقدت ولا يعرف احد مصيرها الا ان كلمات الوحي ذاتها لم تفقد يبعا هو ذكر معلومتين ذكر المعلومة الاولى ان الكلمات او النسخ الاصلية التي كتب عليها الوحي فقدت والمعلومة التانية كلمات الوحي ذاتها لم تفقد هو ده اللي احنا بنناقشه في الحلقة وفي الحلقات الجاية كلها ان شاء الله فالمعلومة اللي قدام ده اللي احنا بنلمسها بايدينا ان الاصل غير موجود المعلومة التانية هو مجرد استنتاج واجتهاد من يوسف رياض بيقول في صفحة 14 ومع ذرة صفحة 9 من نفس الكتاب وحي الكتاب المقدس يقول تحت عنوان ضياع النسخ الاصلية اشرنا في الفصل الاول ان الكتاب المقدس هو صاحب اكبر عدد للمخطوطات القديمة ده معلومة احنا لا ننكر ان الكتاب المقدس هو صاحب اكبر عدد من المخطوطات القديمة لكن يكمل يوسف رياض ويقول وقد يندهش للبعض انا عاد في ناس ممكن تندهش من الكلام ده اللي هيقول يوسف رياض يوسف رياض نفسه مدرك ان في ناس ستندهش من هذه المعلومات يقول اشرنا في الفصل الاول ان الكتاب المقدس هو صاحب اكبر عدد للمخطوطات القديمة وقد يندهش البعض يندهش من ايه وقد يندهش البعض اذا عرفوا ان هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الاصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي او بخط من تولوا كتابتها عنهم فهذه النسخ الاصلية جميعها فقدت ولا يعرف احد مصيرها النسخ الاصلية جميعها فقدت ولا يعرف احد مصيرها ده مش كلام علم مسلم ولا كلام احمد سبيع ولا كلام اي شخص مسلم ده كلام علماء المسيحية اقرأنا اقتباسين واقتباس التاني اقتباسين من كتاب واحد الكتاب المقدس ليوسف آآ رياض نقرأ نقرأ كمان اقتباس من كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الاصلية الدكتور القس ايميل ماهر اسحاء بيقول في صفحة 19 كتاب اسمه مخطوطات الكتاب المقدس بلغاته الاصلية يقول في صفحة 19 ليس بين أيدينا الآن المخطوطات الأصلية يبقى واضح أن الموضوع إجماع الموضوع واضح أنه هو إجماع من علماء المسيحية مرتزوكس وكاتوليك وبروتستانت إجماع من كل المتخصصين ومن كل الباحثين أن الأصول فقدت يقول في صفحة 19 ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أصفار العهد الجديد أو العهد القديم فهذه المخطوطات ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإطلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد خصوصا وأن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف وكلام طويل فخلاصة الاقتباس أن المخطوطات الأصلية مفقودة اللي كتبه موسى ويشوع وإشعية وحسقيال وكل هؤلاء أشخاص اللي كتبه متى ومرقص ولوقة ويوحنى كل هذه المخطوطات مفقودة ليس لها وجود الآن اقتباس اللي بعد كده من كتاب قموس الكتاب المقدس كذلك صفحة 793 يقول تحت عنوان نص الكتاب المقدس أوحى الله بكلمته إلى أنبياء ورسل نطقوا بها حسب اصطلاح اللغات البشرية فكان الكاتب الملهم إما أن يكتب بنفسه ما يوحى إليه إما أن يكتب بنفسه ما يوحي به إليه وإما أن يمليه على كاتب يكتبه له إلا الشاهد من الاقتباس إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ الأصلية لم يصل إلينا شيء من النسخ الأصلية التي كتبها هؤلاء الملهمون أو كتابهم أو كتابهم وكل ما وصل إلينا هو نسخ مأخوذة من ذلك الأصل طبعا ليس المقصود نسخ مباشرة نسخ مباشرة من هذه الأصول المقصود نسخ من نسخ من نسخ من نسخ من نسخ هنيجي بعد كده الاقتباس أن عدد الأجيال الفاصلة بين الأصل وبين النسخ الحالية أجيال كثيرة جدا أجيال مخطوطات يعني الأصل سنة نقول مثلا سنة ألف قبل الميلاد المخطوطات الموجودة بينها وبين الأصل فجوة كبيرة جدا فمواشئ المخطوطة الحالية مش مأخوذة من الأصل مباشرة المأخذها من نسخ من نسخ من نسخ من نسخ من نسخ تطلع تقول إلى حد ما تتعب يعني اقتباس ده قلنا في قاموس الكتاب المقدس صفحة 793 ده بالنسبة للعهدين ككل كلام العلماء المسيحيين بالنسبة إلى عهدي الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد هنقرأ اقتباسات عن العهد القديم نبدأ باقتباس المدخل إلى العهد القديم تأليف حبيب سعيد يقول في صفحة 29 تحت عنوان مخطوطات العهد القديم كتبت أسفار العهد القديم باللغة العبرية وإن تكن بعض الشذارات المتفرجقة قد كتبت باللغة الآرمية مثل كذا وكذا وكذا وقد اختفت اختفاءا تاما كل آثار المخطوطات الأصلية أو الأدراج التي كتبت عليها أسفار العهد القديم اختفت اختفاء تام ليس لها وجود الآن وقد اختفت اختفاءا تاما كل آثار المخطوطات الأصلية أو الأدراج التي كتبت عليها أسفار العهد القديم المدخل العهد القديم تأليف حبيب سعيد صفحة 29 اقتباس آخر من كتاب مقدمات العهد القديم تقديم الأنبى موسى أسقف الشباب الأنبى موسى أسقف الشباب أعداد المتنيح لأستاذ الدكتور وحيب جورجي كامل أستاذ العهد القديم بالكلية الإكلريكية بالقاهرة يومنا نتكلم عن أباء كبار في الكنيسة الأورثزوكسية لا نتكلم عن أشخاص مغمورين يتكلم عن أباء كبار قدمات العهد القديم أعداد المتنيح لأستاذ الدكتور وحيب جورجي كامل أستاذ العهد القديم بالكلية الإكلريكية بالقاهرة تقديم الأنبى موسى أسقف الشباب يقول في صفحة 26 تحت عنوان أهم النسخ المخطوطة لم تصلنا المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق عند دونها كتبة الأسفار بأقلامهم اقتباس تاني من كتاب حيث نتوقف عن الاقتباسات من العهد القديم وذكرنا عدة الاقتباسات من العهدين عموما وذكرنا اقتباسين من العهد القديم نذكر بعض الاقتباسات من العهد الجديد أنا قلت نحن ممكن نكتفي باقتباس واحد فقط كافي جدا اقتباس واحد فقط عن شخص زي سيد الدكتور وهيب جورج كامل لكن كثرت الاقتباسات مهمة بحيث أن هي لا تدع لأحد شك في الكلام اللي احنا منقوله يعني مش مجرد كلام قالوا عالم واحد فقط لا تكلام قالوا كل العلماء المتخصصين هنبدأ بدايرة معارف الكتابية للعهد الجديد دايرة معارف الكتابية دايرة معارف الكتابية لمن لا يعلم قائمة عليها مجلس تحرير علماء من البرتستانت وعلماء كبار من البرتستانت منهم أو هم الدكتور القس صمويل حبيب الدكتور القس فايز فارس جوزيف صابر الدكتور القس منيس عبدالنور الدكتور منيس عبدالنور مدافع شارس جدا عن المسيحية له كتاب شبهات وهمية بيرد فيها على الشبهات اللي تطرح ضد المسيحية فهو شخص مش شخص متحرر لا هو شخص محافظ جدا يعني شخص محافظ يعني بيحاول يجمل اي شيء وبيحاول يدافع بأي طريقة فلما ننتزع منه اعتراف فتأكد تماما ان الاعتراف دا صحيح ليه لان هو مش من الاشخاص المتحررين اللي عندهم مشكلة مع الكتاب لا هو بيدافع عن الكتاب هالأف دا عارف دا عارف كتابية المجلد الثالث حرف ح إلى حرف زال صفحة 279 تقول وفيما يختص بمخطوطات العهد الجديد فإن العدد الكبير هنقولنا الكلام دا في صفحة 279 المجلد الثالث من دا عارف الكتابية وفيما يختص بمخطوطات العهد الجديد فإن العدد الكبير نسبيا المعروف لنا الآن لا يمثل بدون شك بدون شك إلا نسبة ضئيلة من العدد الضخم الذي تم إنجازه في القرون الأولى وفي الحقيقة أنا بألك هو لازم يقدم بشيء يجمل به الحقائق وفي الحقيقة لا يمكننا بأي حال أن نثبت أن مخطوطة معينة هي الأصل الذي نقلت عنه مخطوطات أخرى مفيش في أيدينا أي دليل ولا يمكن أن نثبت بأي حال أن أي مخطوطة من المخطوطات الحالية للعهد الجديد هي الأصل الذي نقلت عنه مخطوطة أخرى كما لا يمكننا أن نحدد عدد الأجيال أن نحدد عدد الأجيال من المخطوطات التي تفصل بين أي مخطوطة والمخطوطة الأصلية يعني أي مخطوطة اليوم موجودة ما نقدرش نحدد عدد الأجيال الموجود بين الأصل وبين الموجود حاليا يعني الأصل هنا مثلا لو افترضنا أن الأصل كده والنسخة الحالية هنا الأصل والنسخة الحالية ما نقدرش نحدد الآجال اللي بينهم كم جيل من المخطوطات تم نسخه لحد ما وصلنا للنص الموجود حاليا ولذلك يفترض العلماء بعامة أن مخطوطة من عصر متأخر كلام ده مهم هنحتاجه تاني بعدين هنقرأه تاني بعدين ولذلك يفترض العلماء بعامة أن مخطوطة من عصر متأخر يفصل بينها وبين المخطوطة الأصلية عدد من أجيال المخطوطات أكثر مما يفصل بين مخطوطة من عصر مبكر والمخطوطة الأصلية أقل قيمة من الثانية مع اعترافهم بوجود بعض الاستثناءات لهذه القاعدة يعني بيقول أن كل المخطوطة لما تقدم كلما تقرب من الأصل يعني لو قرفت طالب من الأصل كان كتب ألف ميلادية أو ألف قبل الميلاد مثلا لو عندنا مخطوطة من سنة 900 قبل الميلاد فإحنا كده أقرب من الأصل وهي قيمتها أكبر مع وجود بعض الاستثناءات اقتباس تاني من كتاب المدخل إلى العهد الجديد بقلم الدكتور القس فاهيم عزيز الأستاذ بكلية اللهوت الإنجيلية يقول تحت عنوان في صفحة 111 تحت عنوان كيف كتب النص سؤال بديهي كيف كتب النص من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية أمر بديهي جدا عشان كده أنا قلت أنه مش بحتاج غير مرجع واحد فقط لإثباته لكن تعدد المراجع مهم عشان الناس اللي بتشوف الفيديو تستفيد مني من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخ الأصلية التي خرجت من يدك كتاب العهد الجديد غير موجودة أمر بديهي جدا النسخ الأصلية غير موجودة وأن أقدم مخطوطة وصلت إلينا تصل إلى النصف الأول من القرن الثاني وهي عبارة عن قصصات فيها كم كلمة اللي هي من النصف الأول من القرن الثاني اقتباس ثاني أو ثالث من كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس أنا بس أنا سأقول كل الاقتباسات بتصبف موضوع واحد إن عندنا الأصول مش موجودة إن الأصول مش موجودة وإن كلما كانت المخطوطة أقدم وأقرب من الأصل في التاريخ كلما كانت قيمتها أكبر في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس عدة مقالات من مجلة مرقص النصف الأصليكية فوصلت إلينا أقدم المخطوطة التي تحتوي الكتاب المقدس في صفحة 107 تحت عنونا المصير النصوص الأصلية من المعروف أن النصوص الأصلي العهد الجديد دونت بيد كاتبيها على ورق البردي الرقيق المستعمل حين ذاك في كتابة الرسائل والكتابات المتداولة وأنها كانت موجهة عند كتابتها إلى كنائس معينة لذلك كان من المحتم أن ترسل إلى الجهة التي كتبت لها ولا تحفظ في مكان خاص معلوم أما أسفار العهد القديم قد حفظت في أقدس مكان في الهيكل فمن البديهي يعني مش أول حد يقوله أنه أبديهي الأمر بديهي جدا بديهي جدا فمن البديهي إذن أن لا نتوقع بقاء هذه الأصول تماما منذ القرون الأولى للمسيحية بسبب طبيعة الورق الذي كتبت عليه والطريقة التي اتبعت لتداولها لتداولها ومن البديهي أيضا أن نحصل على صور عديدة منها مطابقة للأصل ده كلامه أنه بيقول أن النسخ الموجودة عندنا مطابقة للأصل مع أن إحNA ما عندناش الأصل فكيف علمتم أن هذه النسخ الموجودة مطابقة للأصل يعني أنا أقول عشان النسخ دي عشان أقول أن النسخ الموجودة حالي المطابقة للأصل لازم يكون عندك الأصل أنت عندك ادعاء فين دليلك على الإدعاء هذا هل ت collector الأصل اللي أنت بتقوله arbeقلا هنسبت بعدين أنه هي مش مطابقة للأصل وأن النسخ الموجودة أصلا مش متطابقة مع بعضها يعني هي أصلا غير متطابقة مع بعضها يعني لو عندنا ألف مخطوطة فكل مخطوطات مختلفة عن بعض فما بالك لو قررنا ده بالأصل من بعض أنها تكون غير مطابقة له اقتباس آخر من كتاب مدخل إلى النقد الكتابي المهندس رياض يوسف داود مدخل إلى النقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود يقول في صفحة 26 نحن لا نملك نصوص الإنجيل الأصلية فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ يعني النسخ الموجودة فيها أخطاء بسبب النسخ دا رد على اللي قبله اللي بيقول أن النسخ الموجودة مطابقة للأصل وأن هي أصلا كلام منطقي مش مظبوط ليه مش مظبوط يعني دلوقتي لو خرج شخص ما وقال إن أنا معايا الأصفار التي وحيت إلى نوح قال إن نوح عليه السلام أوحى الله له كتابا وأنا أملك هذه النصوص نسأله هل معك النصوص الأصلية إن قال نعم سنطالبه بالدليل دليل التاريخي ودل المختلفة إن هي دي النصوص الأصلية إن قال لا سنسأله إذن كيف علمت أنها مطابقة للأصل ليس من المنطقي أن يقول لنا هذا الشخص أثبت أنت أنها غير مطابقة للأصل يعني هو بيقول أنا معايا النسخ مطابقة للنص المقدس اللي كان عند آدم أو نوح هنقول له هات لنا دليل إن هي مطابقة لهذا الأصل ماينفعش هو يقول هات أنت العكس هات أنت دليل إن هي غير مطابقة هو اللي بيدعي إن هي مطابقة فهو محتاج دليل وإلا كل يوم حيخرج لنا شخص يقول أنا معاي كتب مقدس ولما طلبوا بدليل يقول لي إثبت أنت العكس فالمدعي إن الكتابة المعاه هو مطابق للأصل محتاج يثبت إنه هو مطابق للأصل وإحنا هنثبت بعدين حتى إنه هو غير مطابق يعني إحنا أصلا غير مطالبين بأدلة على إثبات العكس لكن هنجيب أدلة وبدل الدليل هنجيب عشرات الأدلة في البرنامج إن شاء الله فبيقول في المدخل أو مدخل إلى نقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود دار المشرق بيروت يقول صفحة 26 نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ وغالبا ما نقع على كلام مهم جدا وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا يعني إيه الكلام دا؟ قراءة يعني اختلاف في مخطوطة يعني اختلاف في مخطوطة يعني مخطوطة بتقول أحمد مخطوطة تانية بتقول محمد مخطوطة تانية بتقول خالد هنضرب أمثلة وقعية فيها بعد إن شاء الله فده في مصطلح النقد النصي وفي مصطلح الكتاب المقدس بنسمي دا قراءة وممكن نسميه اختلاف نصي واختلاف مخطوطات يعني فبيقول نحن نملك نصوص الأناجيل الأصلية فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ وغالبا ما نقع بحالة المخطوطات الحالية وغالبا ما نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا فأي قراءة نعتمد نعتمد على أي قراءة نعتمد على أي نص النص اللي بيقول سنة والنص اللي بيقول سنتين والنص اللي بيقول عشرة والنص اللي بيقول عشرين هل نعتمد لأنه مخطوطة بالزبط طالما كلهم مش متطبقين يقول في اقتباس آخر في صفحة 24 فالنصوص بخط أصحابها قد ضاعت ولنقرر النص الأول علينا الرجوع إلى نسخات عنه وصلت إلينا نازم نرجع للنسخ اللي وصلتنا عشان نقدر نحاول نوصل لصورة كويسة من النص وهل سيقدروا؟ هذا اللي نقارره دلوقتي إن شاء الله في كتاب برهان يتطلب قرارا برهان يتطلب قرارا جوش ماكدول المدافع الشارس جدا عن النسيحية برتستانتي يقول ترجمة القصة الدكتور بنس عبد النور برضو برتستانتي بدر استقافة يقول في صفحة 54 صفحة 54 طبعا أنا أجيبه اقتباسات من أشخاص محافظين يعني محافظ يعني مدافع عن النسيحية هو يدافع الكتاب القدس ويهتمي به جدا فبيقول في صفحة 54 فلما لم تكن عندنا النسخة الأصلية أصل الموضوع مش محتاج إثبات هو يعني بيتكلم الموضوع ده كنقطة بديهية وبينتقل منها إلى نقاط أخرى يعني خلاص الموضوع أصبح بديهي وبينتقل منه إلى نقاط بعده فيما بعد يعني لا نناقش ضياع المخطوطات المفروض لا نناقش هذا الأمر لكن لأن بعض الناس يحاول أن يخفي الشمس ويحاول أن ينكر الشمس وهي واضحة جداً فلما لم تكن عندنا النسخة الأصلية فإننا نفحص عن صحة ما وصلنا من مخطوطات وعددها والفترة الزمنية التي مرت بين النسخة الأصلية وأقدم مخطوطة منها عندنا يعني إحنا بنفحص الأمور ده كلها ليه؟ لأن إحنا ما عندناش النسخة الأصلية خلاص انتهت اقتباس الأخير في نقطة ضياع مخطوطات العهد الجديد هو من كتاب الترجمة اليسوعية لعهد الكتاب المقدس ترجمة مقدسة تحت أو في جزء خاص بمدخل إلى العهد الجديد يقول تحت عنوان نص العهد الجديد بلغنا نص الأسفار السبعة والعشرين في عدد كبير من المخطوطات الأسفار العهد الجديد سبعة وعشرين سفر في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه ما فيش من المخطوطة كلها مخطوطة بخط مؤلف نفسه بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ التي خططها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاءا أو أملاها إملاءا فإحنا قرأنا عدة اقتباسات اقتباسات خاصة بالعهدين عموما وخاصة بالعهد القديم واختباسات خاصة بالعهد الجديد كلها تصب في نقطة واحدة إن إحنا ما عندناش أصول إن إحنا المخطوطة الموجودة مش متطبقة وبينها اختلافات إن إحنا المخطوطة الحالية هي نسخ من نسخ من نسخ من نسخ النقطة التالية في المحاضرة نقطة مهمة نقطة الفجوة يعني إحنا قلنا الأصل هنا نفترض إن الأصل موجود هنا طيب النسخة الموجودة حالياً هنا النسخة المعتمدة حالياً هنا فبينهم فجوة زمنية الفجوة اللي بين الإيدين هنا يعني إنا افترضنا إن الإيد دي هي الأصل والإيد دي هي النسخة المعتمدة حالياً بينهم فجوة زي ما أنت شايف الفجوة دي كلها زي ما أنت شايف الفجوة دي فإحنا عايزين نشوف الفجوة دي إيه تأثيرها؟ عايزين نشوف مدى أو مدتها عايزين نشوف تأثير الفجوة ونشوف مدت هذه الفجوة ليه عايزين نشوفها؟ انا احنا متكلم كلام منطقي وكلام العلماء المتخصصين ما قلناش اي شيء من عندنا الى الان هنقرأ من كتاب وحي الكتاب المقدس يوسف رياض صفح 68 بيقول الفترة المفقودة بخط تخين الفترة المفقودة اللي هي الفجوة اللي انا بسميها الفجوة معروف عند الدارسين انه كلما قلى الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الاصلية وبين المخطوط المكتشف فهذا يجعل المخطوط اكثر مدعاة للثقة به قرأنا الكلام ده فينا بكده في دائرة معرفة الكتابية هنقرأه تاني دلوقتي معروف عند الدارسين أنه كلما قل الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوط المكتشف اللي هي دي و دي فهذا يجعل المخطوط أكثر مدعاة النسقة به بيكمل بعد كده بيقول لقد كتبت أصفار العهد الجديد في النصف الثاني من القرن الأول القرن الأول الميلادي أصفار العهد الجديد كتبت في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي ووصلتنا نسخ كاملة منها من القرن الكامل القرن الثاني مثلا يعني خمسين سنة القرن الثالث لا ووصلتنا نسخ كاملة منها من القرن الرابع الميلادي من القرن الرابع الميلادي يعني احنا عندنا فجوة في العهد الجديد تقريبا ثلاث قرون ونصف 350 سنة فانت ممكن تتخيل ممكن يحصل ايه في نص بينسخ يدويا مدل 350 سنة تخيل تتخيل هيحصل حاجات كتير جدا ليه لان الفترة دي اولا كانت فترة اضطهاد كان فيها اضطهادات كثيرة جدا للمسيحيين واليهود ودين فيها الهيكل وكان فترة اضطهاد للمسيحيين وكان فترة خلافات بين طواقف وظهر مجمع نقية وظهر اشياء كثيرة جدا بخلاف ذلك ان كان النساخ غير مدربين النساخ غير مدربين يعني كان النساخ مستواهم بسيط جدا شخص مش مش مهن يعني شخص مش متقن لمهنة النسخ فممكن يحصل نسخ اخطاء كترة في النسخ بخلاف ذلك ممكن يضيف او يحذف او يعدل عن عمد يعني الناسخ ممكن يحرف عن عمده الكلام ده حنثبته فيما بعد بالكلام علامة المسيحية وبالادلة ان شاء الله انا بس انا بتكلم في نقطة الفجوة احنا عندنا فجوة الاحد الجديد تقريبا بتلتمائة وخمسين سنة الاصل والنسخ المعتمدة الحالية تلتمائة وخمسين سنة النسخ المعتمدة النسخ المهمة اللي هي زي المخطوطة الفاتيكينية والسيناية والسكندرية بداية من القرن الرابع والخامس وهكذا اقتباس اخر النوضة دي احنا ممكن نسمها قاعدة قاعدة الفجوة يعني كلما قل كلما قلت الفترة الزمنية كلما كان الامر افضل يقول عند نسخ اي كتاب بخط اليد الكلام ده قلناه ذكرنا جزء منه من قبل والكلام ده في دائرة معرفة الكتابية للمجلد الثالث صفحة 279 نقرأ الاتم عند نسخ اي كتاب بخط اليد لابد ان تحدث اخطاء عند النقل سهوا او عمدا في بعض الاحيان وعند استنساخ هذه النسخة تنتقل اخطاء النسخة المنقول عنها الى النسخة الجديدة علاوة على ما يحدث من الناسخ الجديد من اخطاء واختلافات عند النقل يعني انا لما بنسخ نص بغلط اخطاء متعمدة وغير متعمدة اللي بينسخ مني بينسخ بالاخطاء لنغلطها وبيضيف اخطاء جديدة من عنده لطبيعته البشرية علاوة على ما يحدث من الناسخ الجديد من اخطاء واختلافات عند النقل وهكذا كلما زاد عدد مرات النسخ يعني انا هغلط اللي بعد هياخد الاخطاء بتاعته ويضيف اخطاء جديدة اللي بعد وهكذا سلسلة سلسلة من الاخطاء وهكذا كلما زاد عدد مرات النسخ بين المخطوطة الاصلية الى ان نصل الى مخطوطة من عصر متأخر زاد عدد الاخطاء والاختلافات في المخطوطة الاخيرة فمخطوطة من القرون المتأخرة يكون قد مر بينها وبين المخطوطة الاصلية اجيال من المخطوطات اكثر مما لو كانت من قرون مبكرة في الاصل قرون مبكرة وقرون متأخرة ولكن قد ترجع مخطوطة الى القرن الحادي عشر ولكنها نقلت مباشرة من مخطوطة من القرن الرابع عشان كده قلنا ان في استثناءات يعني الاصل بين المخطوطة كلما كانت اقدم كلما كانت افضل وكلما قل الفاصل الزمن بين الاصل وبين المخطوطة الموجودة كلما كان افضل لصالح النص الاصلي لكن هناك استثناءات هنتعرض لها بالتفصيل فينا بعد ان شاء الله في نفس الصفحة دارة معرفة الكتابية تقول ويجب ان لا يخطر على بالنا ان نصوص العهد الجديد مبنية على اسس مشكوك في صحتها بيطمنك ما تقلقش احنا عندنا مشاكل لكن غير مؤثرة في رأيهم ويجب ان لا يخطر على بالنا ان النصوص العهد الجديد مبنية على اسس مشكوك في صحتها بسبب العدد الكبير من اجيال المخطوطات ليه بقى؟ لم يقدم دليل دليل على ايه؟ يعني هو بيقول ان انت عندك اجيال كتير جدا من المخطوطات زي ما قلت الاصل والمثال اللي احنا بنعتمد عليه عندنا بين الاصل والمثال ده او النص المعتمد او النسخة المعتمدة اجيال كتير جدا من المخطوطات هو بيقولك انت ما تقلقش ما تشكش في النص ليه ما تشكش في النص مع انك انت نفسك قلت ان النص اثناء نسخه بيحصل فيه تعديلات واضافات واخطاء متعمدة وغير متعمدة هو بيقول بيكمل يجب ان لا يقترع على بالنا ان النص الاهد الجد من بنية على اسس مشكوك في صحتها بسبب العدد الكبير من اجيال المخطوطات او بسبب العدد الضخم من اختلافات الموجودة في المخطوطات او بسبب العدد الضخم من الاختلافات الموجودة في المخطوطات يعني هو كده يقرر حقيقة اخرى ان احنا عندنا اختلافات ضخمة عدد ضخم من الاختلافات موجود بين المخطوطات يعني لو احنا عندنا الفين مخطوطة في احنا بين الالفين مخطوطة عدد ضخم جدا من الاختلافات بينها دا مش كلامي دا كلام دة راتي معارف الكتاب revisit بتقولك بتقلقش حط في بطنك نطيخها صيفة طبعا هو كده كده هيقول لك ما تقلقش لو قال لك اقلق هيبقى كتابه ولوش لازمة هيبقى هو مش مسيحي هيبقى خرج عن المسيحين ما كناش هنستدلي بيه على فكرة اه في احنا كده ذكرنا القاعدة ان كلما قل الفاصل بين الاصل وبين النسخ المعتمدة كلما كان افضل لصالح النص وذكرنا ان بالنسبة الاهد الجديدة عندنا فاصل كبير تقريبا تلتمائة وخمسين سنة بين المخطوطات المعتمدة للعهد الجديد وبين الاصل التي المغفروض ان ان نسخت عنه هنقرأ اقتباس مهم من قموس الكتاب المقدس صفحة 764 764 تقول اما اهم النسخ الكاملة من العهد الجديد حيجي واحد يقول احنا عندنا مخطوطة من القرن الثاني مخطوطة من القرن الثالث ايوا ايه المخطوطة دي عبارة عن ايه فيها كم انجيل فيها كم سفر لا المخطوطة دي فيها قصصات بيسموها او بيشبوها بكارت كارت البريد طابع البريد العالم المتخاصين بيسموها طابع البريد حاجات صغيرة جدا ما تفدش ايشي في صفحة 764 من قموس الكتاب المقدس بتتكلم عن اهم المخطوطات المخطوط المهمة مش المخطوطات الملاشقينة تقول اما اهم النسخ الكاملة من العهد الجديد بجملته فيها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية وقد كتبتها في القرن الرابع والنسخة الاسكندرانية وكتبت في القرن الخامس اهم المخطوطات العهد الجديد من القرن الرابع ومن القرن الخامس والعهد الجديد قلنا انه كتب في النصف الثاني من القرن الاول الميلادي عندنا مشكلة عندنا فاصل زمن كبير يسمح بتحريف النص تحريفا كاملا تحريف النص تحريفا كاملا اختباس اخر من مدخل الى النقد الكتابي المهندس رياض يوسف داود في صفحة 22 يقول واهم المخطوطات لدينا الكلام ده كله عن العهد الجديد واهم المخطوطات لدينا الفاتيكاني والصينائي الكلام ده لسه عيني دلوقتي وهما بشكل ملف او مجلدات شكل الكتاب الحالي يعني مش 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 لفافة اللفافة اللي هي التمع الفوفة جلد طويلة كلا وبتتلفى حولين بعضها زي شكل الرسالة اللي كنا بنشوفه زمان في الاشياء الوثائقية فبيقول واهم المخطوطات لدينا الفاتيكاني والصينائي وهما بشكل ملف او مجلدات وبيقول في صفحة 25 المخطوط الصينائي اللي احنا قلنا دلوقتي تاريخ القرن الرابع هنا هو بيقول عثرة عليه في دير القديسة كاترينا في دير سمت كاترين والعهد اللي جيد فيه كامل مش كامل بس لا لا بل مضاف اليه الرسالة الى برنابة وجزء من الراعي الهرماس يبقى مخطوطة الصينائية كاملة وفيها اضافة وهي الرسالة الى برنابة وجزء من الراعي الهرماس عشان كده بعض الاباء الاوائل كان يقدس هذه الرسائل والمجلد في المتحف البريطاني بلندن وهو يعود الى منتصف القرن الرابع وعسروا عليه في سنة 1859 كلام ده في صفحة 25 يبقى احنا الكلام ده كله يؤكد ان عندنا فجوة كبيرة جدا ده من نسبة لعهد القديم في الاهد القديم نقرأ اقتباس واحد اخير عشان اللي طالع من كتاب الدكتور القص جولس الفغالي يقول في صفحة 107 مخطوطة للانجراد تم نسخها سنة انهو بتكلم عن اهم واقدم مخطوطة كاملة للعبريع الاهد القديم تاريخها كامل انا عايزك تفكر قبل ما اقول دلوقتي العهد القديم موسى عليه السلام كان سنة 1400 قبل الميلاد تقريبا انهو اول اسفار العهد القديم صاحب اول اسفار العهد القديم موسى 1400 قبل الميلاد واخر اسفار العهد القديم هي الى ملاخي منسوبة الى ملاخي شخص سموه ملاخي وهو كان سنة 400 قبل الميلاد فأنا أريدك تتخيل أقدم مخطوطة كاملة وأهم مخطوطة من مخطوط العهد القديم تاريخها كم؟ كم؟ طيب نقرأ الإجابة عند دكتورك القصة بولوسف غالب يقول صفحة 107 مخطوطة الإنجراد تم نسخها سنة 1008 سنة كم؟ ألف وكم؟ ألف وتمانية تلك الأيام دكتور القصة بولوسف غالب هذا أجمع العلماء عليه أن أقدم مخطوطة كاملة بالعبرية للعهد القديم هي مخطوطة اسمها لينجراد كوديكس مخطوط لينجراد وزي ما قلت تاريخها ألف وتمانية ميلادية تاريخها ألف وتمانية ميلادية والكلام ده ذكروا الدكتور القصة بولوسف غالب في المدخل إلى الكتاب المقدس المجلد الأول في صفحة 107 ومتذكر في المراجعة كتير كافة كان هذا الأصل مجرد الدعاء والإدعاء سهل وبسيط جدا كده احنا انتهينا من النقطة الأولى اللي هي نقطة الأصول والنقطة الثانية نقطة الفجوة اللي بينهم اكتشفنا أنه عندنا فجوة كبيرة جدا ما فيش نص يستحيل أن يوجد نص ينقل طوال هذه الفترة طويلة جدا وينقل بصورة صحيحة ده لو افترضنا أن النقل أمين لو افترضنا أن النقل أمين لكن بعد كده حنقت على اقتباسات مهمة باتهمات متبادلة بين اليهود وبين علماء أو أباء الكنيسة الأولى بيتهموا بعض بالتحريف بيتهموا بعض بالتحريف خلافا أو إضافة إلى ذلك الاتهاضات اللي حصلت والظروف اللي مرت بيها الكتابات فلا يمكن أن الكتاب ينقل بصورة صحيحة خلال طول هذه الفترة وكان ده سبب في وجود اختلافات كتيرة جدا بين المخطوطات يعني حتى النسخة الموجودة اللي هي بالألاف الموجودة حاليا مش متطبقة يعني هنتكلم النقطة دي عن اختلافات المخطوطات الحالية لن نفصل في هذه النقطة لأن النقطة دي تحتاج إلى محاضرات كثيرة هنتكلم أنا إن شاء الله بعد كده لكن هنذكر بعض الاقتباسات اللي هي تغني عن التفصيل هنذكر بعض الاقتباسات عد الوقتي أنا لم أذكر أي شيء من عندي كل كلامي باقتباسات من كلام علماء المسيحية الكبار والقسوسة والمدافعين عن المسيحية في كتاب مقدمات أصفار لعهد الجديد طبعة دار المشرق صفحة 12 نقرأ إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة النسخ ليست كلها واحدة يعني مش متطبقة بل يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية ولكن عددها كثير جدا على كل حال هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض القواعد بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام ولكن كلام مهم ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها معنى فقرات برمتها يعني هو بيقول لك إنه نسخ الموجودة حاليا للعهد الجديد مش متطبقة ليست كلها واحد بل يمكن للمرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية بعضها مهم جدا وبعضها غير مهم بعضها مجرد قواعد الصرف والنحو والأنفاظ أو ترتيب الكلام طبعا بالنسبة للمسلم أي تغيير حتى لو حرف فده تحريف بالنسبة للمسيح ما عندهش مشكلة إنه هو ممكن يقول لك أنا أكتبه محرف عادي فبيكمل وبيقول ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها الرجل بيقول إنه عندنا اختلافات بين المخطوطات تغير معنى النص كلية تغير معنى الفقرة بالكلية نقرأ من اقتباس مهم من كتاب مدخل إلى النقد الكتابي المهندس رياض يوسف داود بيقول صفحة 23 كان الكتاب ينسخ نسخ اليد كلام دا احنا ذكرنا بس مناسبة هنا نذكره برضه كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة يعني مش بنسخ من راسل بينسخ من نسخ منسوخة ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الآخر معزلة لا أقولش كلام دا بل كده ذكرنا اقتباس مشابه كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة ولقد أدخل النساخ أدخلوا الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الآخر النساخ أدخلوا في النص اللي ينسخوه أشياء كثيرة جدا تبديلات وتعديلات تساوي تحرفات أدخلوا تبديلات وتعريفات وتعديلات اللي هي تساوي تحرفات على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر النص الحالي فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخيات مشحونة بالأغناط فهو بيقول إن النص اللي وصلنا حاليا وصل مثقل بألوان التبديل والتعديل والتحريف بسبب النساخ هنقرأ اقتباس أخير من الكتاب الذكرنا دلوقتي اللي هو مقدمات أصفار العهد الجديد في صفحة 13 بتقول ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل هنقرأ أبلا بشوي فإن النص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ ممكن أنتم منسخ إلى أقيم للصفحة ثم نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت وأما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت مهما بوزل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه يعني هو بيقول النساخ مهما اكتهدوا ما كانوش بيقدروا يوصلوا لنص مطابق للنص اللي هم بينسخوا يعني هو بينسخ نص حتنصه قدامه وبينسخه مش يقدر يطابق النصين ببعض مش يقدر ينسخ نص مطابق النص اللي قدامه الأخطاء دي هو بتكلم هنا عن الأخطاء غير المتعمدة تحريفات عادية يعني هو بينسخ سطر فعين ونزل على السطر اللي بعده كل دي كانت أسباب في ضياع النص وفي تحريفه يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا حاولوا إيه؟ يصححوا الأخطاء حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم وبدأ لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللهوث يعني بعض النساخ لما يجيه ينسخ نص معين فقال النص ده مش عجبني في مشكلة شكله كده مش عجبني شكله في مشكلة حاولوا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم يا ليته الصوبة الخطأ فهو المشكلة أنه هو يصوب شيء صحيح يعني هو يعدل شيء صحيح هو يظن اللي قدامه غلط ربما النص غامض أو في شيء مش واضح بالنسبة له هو مش فهمه فأراد أنه هو يوضح النص فأضف كلام أو حذف كلام أو عدل كلام فحرف النص عن حسن نية طبعا فيه أكتر من كده فيه ممكن يضيف نص كامل المهم ويضاقوا إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم المثال اللي هو النص اللي قدامهم يعني وبدأ لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللهوثي وهكذا أدخلوا إلى النص اختلافات جديدة وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ أن الساخ عن حسن نية عاوزين يعدلوا النص فأحطوا اختلافات جديدة يعني زادوا الطين بلة أو بلة تزودوا المشكلة أكتر نوعي زي صحيح حاجات وهي الحاجات صح بس هو الحاجات مش عاجبية فأضاف أخطاء جديدة أضاف اختلافات جديدة بيقول أحيانا أو بيكمل بعد كده بيقول ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات النص الذي وصل إلى حتى عهد الطباعة من انتهاء عصر النسخ اليدوي وصل إلى نص مليء جدا بالاختلافات مثقلا بمختلف ألوان التبديل هو بيستخدم تبديل لو إحنا استخدمنا نفس الجملة وقلنا تحريف الشيء بالوه هو بيستخدم تبديل عشان يجمل الكلام بس مش عايز يوافق المسلمين من كتابه من القرآن بيقول من كتاب المقدس حرف فهو عايز يقول أن النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التحريف ظهرت في عدد كبير من القراءات فنلخص الكلام كله أن إحنا عندنا النص الأصلي غير موجود عندنا النسخ الحالية بينها وبين الأصل فجوة كبيرة جدا تحيل تماما أو يستحيل معها تاما أن النص يكون نقلة نقلا صحيحا خاصة مع وجود نساخ غير مهرة نساخ ممكن يضيفه ويعدله ويحريفه عن عمد وعن غير عمد وده ظهر في النسخ الموجود يعني الأصلي مش موجود النسخ الموجودة حاليا بينها وبين الأصل فترة زمنية ممكن نسميها الفترة المظلمة فترة بعيدة جدا النسخ الموجودة نفسها الألاف النسخ دي غير متطابقة بينها وبين بعض اختلافات كتيرة جدا فكل ده يصب في صالح الفكرة الإسلامية أن الكتاب المقدس محرف أنا لا استخدمتش دليل من القرآن لا استخدمتش دليل من العلماء المسلمين كل أدلتي من كلام العلماء المسيحية اللي بيقرروا حقائق لا نقاش فيها نصص أصلية مش موجودة مخطوطات موجودة حاليا كلها مختلفة عن بعض نساخ كان بيضيفه ويعدله في النص زي ما بيحبه أتمنى تكون الحلقة مفيدة إن شاء الله والحلقات الجاية هتكون مختصة أكثر من كده من مشيئة الله تعالى بزيكم الله خيرا على الحسنة معكم لا تنساش تعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناة تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك تنشر الحلقة ديها لأصدقائك غير المسلمين ربما يهتدي بها أحد ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة